هههههه ههههههه كلكن رح تندموا كل واحد فيكن رح يندم وانت كمان دي بصدقني ما رح ارحمك بالمرة حشيب يعني إني عيد ميلادة لتارة بيكون بتناشح زيرانه مو بقيد عش الشهر يعني لسا ته ما نفزت تهديدة اللي حكت عنه بأنها رح تعمل انفجار كبير بيوم عيد ميلادة ما رح أرحم حدا فيكم عم تسمعوا؟ تارى قالت إنه في حدا تاني غير داني بيساعدها وعايش بها البيت أكيد هلأ كلنا صرنا معرضين للخطر من هذا الشخص لو أن راحت أروهي ليش ما أنا شايفة؟ خلص أنا اليوم رح أعرف مين هو الشخص اللي عميساعدة لتارى هون داني قالت عنه تارى أنه للجوكر لكان مين اللي ماسك بإيده لوراء الربحانة تمام هلأ صار كل شي حسب الخطة مع مين عم يحكي على التليفون هلأ؟ أنت بس استنى لبكرة 8 المساء بكرة الساعة 8 المساء يا تارى شو رح يصير؟ يلا أحكي شو رح يصير؟ ماشي وهو هيك شو بده يا عميل؟ ما قدر تفهم شو رح يصير بكرة؟ رح تتغطى بمثل هادو غطا بكرة على الساعة 8 موعدنا غطى أبيض على صورته لديب؟ معنى هاد الشي أنه حياته لديب هلأ بخطر كبير؟ ديب؟ لا أنا لازم خبره فورا مين؟ ديب بدي خبرك شي كتير ضروري قولي ديب أنت حياتك هلأ بخطر داني هون لحتى يقتلك داني؟ ايه تعال معي يلا لكي أنا متأكد أنه الإصاير بيكون مجرد سوء تفاهم شوف لا كيف صار هاد الشي؟ أنا شفته من دقيقتين كان واقف هون بس لحظة شوي دي بصدقني وحياتك عم بيحكي الحقيقة أنا شفته بعيوني وسمعته شو كان عم بيقول بس أكيد في حدا إجا وحزف كل المقطع هلأ هلأ منعرف إذا حدا حزف شي ولا لأ شوفي ما في شي محزوف لأنه لو في شي حزف رح يكون في فرق بالوقت وهون ما في فرق أبدا أنت فهماني غلط لا ما نفهماني غلط ديب كيف بدي خليك تصدق هلأ؟ داني ناوي يقتلك ومتفق معه أنا سمعت حديث وانسوا هلأ تعرفي شو؟ عن جد أحيانا ما بفهم عليكي وقت إجا داني لهون وأنا ما كنت واثق فيه بالمرة أقنعتيني فيه وخلتيني صدق وخليهون وهلأ بعد كل شي صار عم تقليلي إنه هو عدوي بعرف وحكيك هات صح مية بالمية ديب صدقني داني عم يساعد الأطار وخلينا نتذكر سوى الشغلات الأديمة اللي صارت شوي شوي أنت ما شفت بايونك ديب بس فيه شخص هجم علي وجرحته بأضافري على إيده لقيت إنه داني عنده نفس الجرحة بنفس المكان شو بتفسر هاد الشي يلا إلي ديب الرجال اللي هجم علي بوقتها هو نفسه داني صدقني يعني معقول هالصدفة الغريبة كل ما يكون ساير معي مشكلة كان داني يطلع لي فجأة وهو اللي ينقذني لأنه هو نفس الشخص اللي بيهجم علي وبينقذني بكل مرة إذا بتريد تصدقني أنا متأكدة أنه هو عم يتعامل مع تارة وحياتك هلأ صارت بخطر كبير ديب إذا كان عن جد هو معه لكان ليش أنقذ لي حياتي وقت اللي انخطفتي أنت كان فيهم يقتلونا لو إنهم حطين براسهم هالفكرة أكيد في خدعة من وراها عم قللك الحقيقة إذا بتريد تصدقني أول ما عرفت أن تارة أجت على الحفلة فتت وأنا عم مثل أني هي وداني حكى معي كل شي كمان وردة فعلك كانت تستاهل الفرجة داني؟ آسف ما رأت بالصدفة وما كنت ناوي تسمى على حديثكم أبدا بس منيح أني إجيت لهون كنت عم فكر قامت ممكن أنك تخبري لديب أنه داني واحد محتال وخاين وعم يساعد تارة والصراحة أنا بنبسط كتير وقت بسمع حدا عم يندحني هيك بس في شغلة أنت بتكوني أحلى بكتير وقتل بتكوني معصبة أروهي شو هالمسخرة هاي؟ هاي ما أنا مسخرة ديب هي هي الحقيقة شوف بعيونك شو هالحكي الفاضي؟ داني أنا عرفت الحقيقة كلها كمان أنت استغلت لحظة روحتي لحتى نادي لديب وحذفت المقطع كله أنا بعرف أنه أنت عم تساعدة لشريكتك إذا بيكون حكيك صحيح فأنا رح كون أغبى شخص بالكون لأني ضلت الليلة بهديك الغرفة لحتى أحترق معكم فكري منيح إذا كانت هي شريكتي ليش لحتى تتركني وتروح؟ فكري فكري الشغلة ما بدها زكى المخ بيشتغل أسرع وقت التفكير أنت هون؟ ضيفك بعد هدية باية أنت حلوة لنشوف شو هي وفي رات ناطرك تحت كمان ما حلوة تطول عليه أنت شو نفكر؟ رح تثبت برقتك إذا حذفته لهذا المقطع؟ أنا بعرف كل شي عندك كتير منيحة شفت حقيقتك بعيوني وسمعتك إذا بدك كمان أنت ما رح تقدر تحذف اللي شفتها وسمعتها من رأسي أبداً صدقني وتذكر شغلة مهمة بوجودي أنا ما حدا رح يقدر يأزيل ديب لا اليوم ولا بكرة ولا حتى بعمرك بتعرفي شو مشكلتك أنت أروهي؟ الفريسي تبعك بمحل وانت عم بتصوبي على محل تاني وشو النتيجة؟ الفريسي رح تهرب هيك وانت بس اللي رح تضلي وقفي هون هذا اللي رح يصير معك وقت أنت بدك تركزي على الشغلات هي ما بتخصك رح تتعبي على الفاضي فكري معقول يكون اللي حكى مظبوط وأنا متوهمة ما عم بعرف الشخص الحقيقي اللي عم يتعاون مع تارا واللي يناوي ينهي حياته الأديب هلأ أختي؟ طيب أنت بمين شاكة؟ صراحة ماني عم بفهم شي ولا شو بدي يساوي ما عم بعرف ميز بين رفيقي ومين بيكون عدوي كلهم هون بوشين بس مين؟ مين ما كان هالعدو الجديد؟ في شغلة واضحة أنا نسيت خبرك شغلة داني حكى معي بالحفلة ومفكر أنه أنا تارا وماني أروهي ولهيك أنا صرت خايفة أكتر من الأول ولا تنسى كمان الشخص اللي مع تارا وداني أكيد بيكون عارف حقيقتي أختي يلا طلعي من عندك بسرعة لأنه كل واحد موجود بهذاك المكان صار عدوي ما بتعرف شو مني اللي عم يساعدها لتارا أنا بدي إياكي إنه تضلي بخير بشان هذا الشي أنا عمقلك أختي سمعيني مني أنتي لازم تطلعي منها الجو كله أنا ماني خايفة على حالي وبس أنا خايفة على ديب كتير حياته هلأ بخطر وأنا رح موت من كتر مخايفة عليه ما بقدر روح من هون بس في شخص واحد من بين هدول الأربعة بيعرف حقيقتي كتير منيح ومع هيك بده يقتل ديب وما بده يقتلني كتير غريب ما اللح يكون هذا الشخص طيب أنت كيف بدك تعرفي مين هو؟ اليوم قبل بكرة وقبل ما تصير الساعة ما نلمسها بدي أعرف مين هو هذا الشخص اللي بيعرف حقيقتي حتى لو اضطريت ساوي أي شي بيخطر ببالي مبارح ما قدر تنبسط بالحفلة بسبب هديك البند أروهي مو مشكلة بسيطة رفيقي بكرة بده يفتح مطعم جديد ورح هيعمل حفلة كبيرة وسهرة شباب لهيك رح أبعد تارا لهنيك على المنتجع هيك هي بتنبسط ونحنا بننبسط كمان حلو كتير أي الساعة الحفلة؟ تماني المساعد لا ما بتزبط عنا اجتماع بكرة الساعة ثمانة ولازم دي بيكون هون عن جد؟ طيب في أفهم شو هالاجتماع المهم اللي صار هيك فجأة؟ صار لنا فترة عاملين الشغل وبسبب مشاكل آروهي خسرنا كتير وصار لازم نعوض هالاخسارة هالشي رح يفيدنا كلنا وخاصة أنت فرات بدي طالع ديب على السهرة بكرة بريت في بديا يضل بالبيت كمان وداني كان عم يقول بديا يغطي بحرام أبيضة يا ترى شو اللي بديا يصير بكرة؟ تاريخ بكرة مقشر عليها الروزنامة شو اللي عم بيصير؟ يا ترى مين المقشر عليه؟ دي ليب سينك؟ مساء الخير؟ وين المادام رايت شاند هلا؟ وكيف صارت؟ شو عم تعمل؟ عطيناها قبرة مشان تقدر تنام وعالأغلب رح نطالعها من هون بكرة الصبح لا اسمعيني لا طالعي بكرة غير لحتى أنا خبرك وإذا إجا أي حدا غيري كرمالي طالعا وقتها بتدقيلي فورا ماشي مادام شكرا ديب؟ ديب؟ مبين عليك إنك شربان كتير؟ أنا شربت بس لأنه هالشراب طيب كتير أنا كنت خايفة كتير ديب كنت عم فكر بلكي شي حدا حط لك سم بالمشروب بس بعدين ارتحت وقت اللي شفت الكل عم يشربوا من نفس الأنينة ارتحتي إلا كان أنت من كل عقلك عم تحكي هذا الحكي البايخ شو هالسخافة؟ أنت بتعرفي شو اللي عم يصير فيني كل يوم؟ ما بمشي غير عالشوك والشوك ما عم ينكسر بتعرفي شو اللي بيضحك أكتر؟ إنه هذا الشخص اللي خرب حياتي وفرشت إياها مشاكل هو أنت ديب إذا بتريد أنا بكره اسمي وقت اللي بيطلع من تمك بحس راسي راح ينفجر وقت اللي بسمعه وكمان لا عطت تطلع بعيوني بهي النظرة لأنه كل ما بشوف عيونك بيخلوني أعرف قديش أنا بكرهك أنت خربتي لحياتي كل ياتا وأنا بكره بكره كل شيء بتعلق فيكي ديب أنا أق решت لك من قبل لا تلمسيني بالمرة تركيني أنت ليش ما عم تحكي كل شيء بقلبك ديب أحكي اللي جواتك لقلي أنت عم بتقول شيء، بس قلبك عم بيقول شيء تاني صدقني بدياك تقلي كل شيء أنت مخبي عني بترجعك يلا أحكي عطيني البديا وما تخبي عني أي شيء ما بقدر أعطيك شيء بالمرة أنا سبق وعطيتك كل شيء كان معي وبكل الأحوال واحد ضايع مثلي شو رح يقدم لك بس أنت عطيتني شغلات حلوة كتير حتى لو ما كنت بتعترف بهذا الشيء بس أنت عطيتني محبتك الكبيرة أنا بحبك عن جد بحبك طيب شوف دي بهاي الإيد اللي أنت كنت ترفضها على طول اليوم أنت ماسكة وبقوة كمان بس يا ترى بتعرف ليش؟ لأنك هلأ معنك بوعيك والإنسان بيكذب كتير وقت اللي بيكون صاحي نوم الهنى حبيبتك آروحي جنبا كماك مرحيصر لقشي اس عشق میں مر جاؤا تو جو کہے وہ کر جاؤا وإشق میں مر جاؤا تو جو کہے وہ کر جاؤا فرات أو روما أي واحد منهم أي واحد منهم يا ترى اللي ناوي يقتلوا لدي أنا لازم أعرف مين ممكن برات في اي ماما لكن ترى أنا هون بالمحل تبع الألعاب كيف؟ طيب شو اللي أخدك لهنيك؟ آلو مرحبا معك مادام تولا دي برايتشند ماما عم تقول إنها بمحل الألعاب هلأ مادام لا نحنا مو بمحل الألعاب نحنا بالمستشفى لسه من شوي ماما دقتلي تليفون وقالتلي إنه هي بمحل الألعاب مادام أنتي بتعرفي حالتها كتير منيح بسبب مرضها هي مفكرة إنها طلعت من المستشفى بس لا تعكلها مني هائيا أنا ما رح خرليها تطلع من المستشفى بنوب طيب شكرا أنا بدي يروح على الحمام شوي وراجع ماشي ألو؟ وأخيراً رديت دي بصلي زمان عم حاول دقلك وان رحت من الصبح تعرف قديش كنت خايفة عليك؟ المهم أنت منيح لأ؟ أه لا تخافي أنا منيح وعمشرب قهوة بالكافة ليش أنت خايفة ومتوترك لهالقد؟ ديب لأنه داني داني شبه داني؟ هو معي بالكافة؟ شو صعير لك ديب؟ ما قلتلك خليك منتبه منيح؟ داني بدو يقتلك ومنت أكدة من هذا الشي لك ليش ما أنا كان بتصدقني ديب؟ شوفي أروهي هذا الحكي اللي موجود ببالك كله ما له طعمي أبداً قلتلك هذا الشي من قبل؟ على كله منكمل حكي وقت اللي برجع لعندك بس ديب ألو 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 شبك ديب؟ قل لي شو فيه؟ ليك؟ قل لي المدام تارى وينها؟ قل لي وينها؟ فوق بغرفتها لك لك شو هذا كله؟ وأنا عم بحكي معك ما انتبهت وقعت عن الدرج ضغري كيف ما انتبهتي؟ شلون بتعملي هيك بحالك أروهي؟ كان بهيك واقع ممكن تموتي؟ ما أنا فرقة معي حتى لو كنت رح موت اللي بهمني أنه أنت تكون بخير هلأ ليش قاعدة هون؟ أنت لازم تقومي ترتاحي يلا بصراحة أنا ما عم بقدر أدعس على رجلي لهيك ما تسطحت ماشي أنا بساعدك ماشي أنا بساعدك عفوان الشاش مانو ملفوفة منيح رح بدله لا أنا ببدله ديب ما بدي عزبك معي وأنت كيف رح تبدلي؟ مو قلتي أنك مقادرة تدعسي على رجلي؟ أنا آسفة ديب كان لازم جيبك عالبيت بأي طريقة وما رح خليك تطلع من هون لو شو ما صار غير لحتى حط له حد لداني وما خلي يأذيك لحظة سيد داني لازم تجي معنا على المخفر وهلا من شان شو؟ ما رح نقدر نخبرك بشي هون أنت محامي وفيك تعتبر أنك عم تقدي واجبك وبس رح تعرف كل اللي بدك ياه وقت بتصير عنا بالمخفر ليش هالحركات؟ معنك مجروحة ولا شي؟ بس هاي مانا حركات لأنه أنا عن جد مجروحة كتير وجرحي كتير كبير ديب ما في عندي وقت لهي المصخرة تبعك فهمتي؟ ديب عن جد يعني حتى ما بدك تسمع شو بدي قلك؟ مو قلتلك ما لي فاضيلك هلأ بدي يروح استنى شوي ما عم تشوف الجرح اللي موجود بقلبي؟ لكان رح تشوف جرح تاني هلأ شو عم تساوي؟ لك أنت ما فيكي مخ؟ شو هالإجنان هاد؟ شايف كيف عم تنزف إيدي؟ وأنت لساتك واقف؟ عادي هون، يلا هون، كمان ديب؟ شو ويلا شو صغير وهون، على رأبتي موسيقى 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 لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتحديد الإشعارات لتكون أول من يشاهده موسيقى